بصفتها رئيس اتحاد المغرب العربي شاركت ليبيا في الاجتماع الافتراضي لهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية إذ مثلها مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخالجية والتعاون الدولي فاتح بشينا الاجتماع نقش الإحاطة حول الوضع الوبائي وآخر مستجدات مكافحة فيروس كورونا في القارة الأفريقية والمتطلبات الصحية والتوصيات بشأن عقد اجتماعات القمة خلال فترة الجائحة إضافة إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات قمة الشراكة بين الاتحادين الافريقي والأوروبي خلال شهر فبراير القادم كما شهد الاجتماع أيضا النظر في مشاريع جداول أعمال دورات لجنة الممثلين الدائمين والمجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الافريقي بالإضافة إلى قمة السادسة بين الاتحادين الافريقي والأوروبي إلى جانب استعراض تقرير تقييمي للوضع السياسي للسلم والأمن في القارة وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على وضع الحلول العاجلة لكل الأزمات السياسية والأمنية في أفريقيا والقضاء على ظاهرة الإرهاب واتخاذ موقف أفريقي موحد تجاه تدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول الأفريقية ونبذ واستنكار التغيرات غير الدستورية في القارة وكذلك تم الاتفاق على انعقاد دورة المجلس التنفيذي يومي الثاني والثالث من فبراير القادم والقمة في الخامس والسادس من نفس الشهر حضورياً مع الترشيد والتقنين في جدول أعمالهما وكذلك الحد من مرافق الوفود المشاركة إلى جانب دراسة وثائق قمة الاتحادين الافريقي والأوروبي ومراجعة وتقييم ما تم إنجازه ترجمة نانسي قنقر